عرس أفرست في التكاليف والتحضيرات فأنتم بتوقع أنه ستساعدوا ستحملوا عنه جزء كبير من الهم فحكي لنا عن الفكرة كيف بدأت أنا زي ما حكيت بارح بالمؤتمر الصحفي أنها بدأت فكرة كثير صغيرة بأنه فندق أفرست كان تستغربي أنه كان حلم للأولاد الصغار لما بيمرؤوا بيسألوا أهلهم شو الكاسل هاي فمن زمان لأنه هو موجود على هالجبل هلأ إحنا كشركة إجينا أخذنا وعملنا ريينوفيشن والحمد لله طلع معنا شي كتير حلو ويعني اللوكيشن غريبة فهالصغار اللي كانوا يشوفوه هلأ صاروا كبار بعمر زواج كلياتهم فكتير ناس بيجوا لعنا بيقولوا لنا أنه المكان كتير حلو للأعراس طبعا إحنا في عنا بالأوتال ست قاعات أعراس ستة أحجان مختلفة بتناسب كتير أزواء وأعداد مختلفة هلأ الفكرة بلشت عندي أنه عم بس مع هالناس شو هالمكان شو هالكذا فقلت بدي أطلق منه إشي كتير مميز للبلد حالو طبعا أنا أفريست ركزت في أنه هو رح يكون بقرة لخدمة المجتمع المحلي ما بنطلع على أمور مادية أبدا بهالمكان قد ما إحنا بنطلع على السعادة كيف إحنا ممكن نمنح الناس سعادة نبدأ خطوة سعادة فأحلى شيء دايما الناس أحلى شيء بيفرحهم لهو العرس فأنا فكرت أنه بدي أبدا بعرس طبعا أطلقت عليه عرس أفريست من المكان أخدته وكانت فكرة كتير صغيرة أنه أنا بدي أربح عرس عندي كوني أنا هلأ يمكن أم وابني صار بعمر كتير قريب على هالقصة وبلشت يلفت انتباهي كيف الواحد ممكن بده يتزوج كيف بده يكون يرتبط في واحدة قديش العلاقة ممكن تكون صح قديش صورت أنا أفتش بهالقصص هاي يعني بتهمني كتير فقلت بدي أعمل عرس أفريست بدأت الفكرة عندي من هالموضوع هلأ بلشت تكبر طب ليش العرسان اللي أنا بدي أربحهم عرس لما يكون عندهم مثلا شبكة فبلشت أطرق أبواب أصدقاء لإلي وناس أصحابي ومعارفي مثلا ناس عندهم أثاث شو رأيكم تدخلوا معي سبونسور نربحهم أثاث ناس عندهم طائم ألماس تبرعوا لنا بيعطونا سبونسور طائم ألماس ناس عندهم مثلا سيارات ناس عندهم هانيمون صار الموضوع يكبر لدرجة أنه صار بطل موضوع أنه هو بس صار موضوع كل شي بتعلق بالبيت بتجهيز العرس بتجهيز العروس صالون لشعرها ميكوب كله بدلة العروس بدلة العريس وطبعا أكبر شركات بالأردن هي اللي دعمت موضوع عرس أفرست فصار عنا تحول عنا الموضوع من عرس فكرة بسيطة لعرس أحلام لأنه صار كل شي فيه معمول ومتقن لكرتات العرس رح يكونوا موجودين كل شي ما بدي أنسى حدا تجهيزات الفيديو الفوتو ديجيل كل شي من أول شي ما بديهم يفكروا العرسان ما بديهم يعملوا لحتى يتزوجوا لغاية ما يدخلوا على البيت ويكون مفروش فهذه الفكرة فانه أنا وفرت لهم بهالمسابقة كل شي بيحلموا فيه لبيت البيت ممتاز بدنا نعرف تفاصيل عن الجائزة بالضبط ويربحوا لكننا نتحدث عن المتسابقين هلأ بي هك فكرة يمكن أصعب شي انه نوصل الرسالة للأشخاص المعنيين ونشجعهم أنهم يشتركوا يعني شوية عانيت أنا أولها كيف بدي أوصل لها الشريحة فأول شي عملت بيج على الفيسبوك أنا اللي سويتها وبدت من رقم واحد وصارت البيج تكبر هلأ عندي تسع تلاف لايك فيها وتسع تلاف ممبر كلهم بيحكوا معي طبعا البيج بلشت أحط عليها أنا شو رح أربحهم أنا شو رح أعمل شو الأشياء اللي إحنا بدنا نمشي عليها بها البروغرام وبلشت تكبر في ناس طبعا سجلوا عن طريق البيج حطيت أبليكيشن بلشوا يعبوا بالأبليكيشن كان الموضوع من خلال الفيسبوك من أول ما بدأ من خلال الفيسبوك بلشت أتوسع بالموضوع أكتر بإني أنا عملت إيميل شوتس بعثت لشريحة كتير كبيرة وعمل فيدباك أجناس عن طريق الإيميل شوتس كبر الموضوع أكتر وطبعا دخلت معي اللي هي قناة صوت المدينة بموضوع أورس أفرست وهي كانت طبعا برضو راعي إعلامي حصري وحطوا عن أورس أفرست وبلشوا يحطوا للاشتراك وبلشوا الناس يتصلوا وحطينا طبعا ميساج على الموبايلات إنه فيك تتصل على هذا الرقم وتشترك بعرس أفرست فصار في عندي مجموعة من المشتركين قدي تقريبا العدد اللي حكوا معك يعني تقريبا حوالي خلينا نحكي أراوند الثمانين شخص كانوا كتير انترستان طبعا عملنا المقابلة وحطينا معايير أنا والمخرج طبعا مخرج تبع البرنامج أنا بحب أشكره لأنه أفكاره كتير حلوة ورائعة اللي هو إشحاد الدرابسة حطينا طبعا معايير معينة ومشينا عليها شو المعايير لما إجالك تمانين شخص عادتوا مع تمانين كابل هلا أهم شي كان طبعا فيه لازم يكونوا كاتبين كتابهم لازم يكون فيه عمر معين للصبية عمر معين للشاب قديل عمر؟ يعني منمم كانت الصبية لازم تكون 18 سنة الشاب 22 سنة يعني منمم وكان فيه ماكسمم لعمر الشباب لأنه فيه مثلا أجانا أعمار شوي كبيرة يعني ما بتصلح إنه تكون عمر بدك تضلك بعمر الشباب فيه كان معايير معينة إحنا طبعا مشينا عليها وأهم شي كان فيه الكيميستري اللي بينهم تحسي يعني لما قعدوا فيه ناس ما فيه كيميستري يعني هو بيحكي بواد وهي بتحكي بواد فالتركيز على طبعا إنه كمان العلاقة بالدكياها تكون مثالية لأنه خلال البرنامج إحنا طبعا نشكر رؤية أنهم هم هم اللي حيبثوا البرنامج رح يكون كل جمعة رح نبدأ من الجمعة الجاية إن شاء الله من الجمعة هاي 2-12 رح يكون أول برايم رح ينبث عن طريق قناة رؤية مشكورين إنهم دعمونا طبعا رح يكون خلال البرنامج فيه أسئلة فيه أجوبة فيه سترس فيه ربورتاجات فيه أشياء كتير رح يشتغلوها ع حالهم العرسان إشي رح يطلع منها لايف وإشي رح يطلع ربورتاج أهلم نحكي عن فيه كمان لجنة التحكيم رح تكون أكيد أكيد فيه معي أنا لجنة التحكيم رح تكون معي مدام ندوة دولة ومعي الإعلامية نسرين أبو صالحة ومعي كمان السيد جميل فراج لجنة الحكم هي رح تكون توجيهية فقط يعني هي رح تأخذ ملاحظات وتوجه العرسان خلال البرنامجات إيش الأشياء اللي لازم ينتبهوا عليها إيش الأشياء اللي لازم يشتغلوا عليها هلأ كم برايم رح يكون تقريبا؟ أربعة رح يكونوا أربعة كل جمعة رح يكون في برايم ها وخلال كل برايم إيش بتعرضوا أشياء بيكون؟ رح يكون طبعا خلال الأسبوع إحنا رح نشتغل على العرسان ورح نشتغل على العرسان بأنهم هم يعملوا أشياء معينة رح تنحط هذه عن طريق ريبورتاجات وبنفس الحلقة رح يكون في تحديات كتير لحتى نقدر بكل حلقة إنه نصوت طبعا التصويت مفتوح من كل العالم ليختاروا العرسان اللي هما بفضلوهم المثاليين هلأ هو المبدأ رح يكون اللي بفوزوا اللي بيوصلهم أسماس أكتر يعني تصويت عبر التليفون طبعا هو رح يكون تصويت عبر التليفون مظبوط طبعا حكي لنا أو خلينا نحكي هيك المتسابقين رح يكونوا 11 قبل أنا في عندي 13 قبل طبعا 13 قبل أنا هون رقمتهم بحيث إنه إنسهل على أي حدا بده يصوت طبعا أرقام التصويت سيتم الإعلان عنها يوم الجمعة بأول برايم لحتى يبلش التصويت من أول برايم يعني 13 قبل كل واحد بيحمل رقم وإسماءهم وإن شاء الله عند البدأ بالبرنامج رح يبلش التصويت حكي لنا عنهم الثلاث عشر قبل أدا كانوا متحمسين شو صارت مع تقصاص؟ كثير متحمسين ويعني في ناس منهم بكوني في ناس منهم بحقوني في ناس كل يوم بفوت على الفيسبوك الصبح أول ما أصحى بقعد بتطلع في ناس اشتغلوا على حالهم كثير في ناس يعني أنا بحب أحكي شيء كثير مهم إنه إحنا في عنا شباب وصبايا رائعين جدا بالأردن أنا فخورة فيهم الثلاث عشر قبل اللي هلأ معي هم مستعدين يعملوا أي شيء لحتى يفوزوا بمسابقة عرس الأحلام في منهم ناس هم حابين يعني خدوا تجربة التحدي في منهم طبعا أكيد بالآخر كلهم حابين يربحوا بس كثير اللي أنا مبسوطة منه إنه إحنا عنا شباب وصبايا عندهم روح التحدي وهم كثير مبسوطين وبيضلهم يقولوا لي مدام سوزان إحنا مستعدين معك نعمل أي شيء بالدكية لحتى أنه نفوز باللقب العرسان المثاليين قيمة الجائزة تقريبا رح تكون تلاتين بحدود تلاتين ألف دينار رح تقول أحكي لنا عنهم رح يكون تأم ألماس تأم ألماس أنا خايفة أنسى حدا معلش بليز هيك لأنه أنا بحبش حدا يزعل آه أكيد مهمين مهزة رح يكون في عندي طبعا عرس مقدم من فندق أفرست مع بوفي بالعدد اللي هم بدهم يعني آه العدد كمان مفتوح مفتوح طائم ألماس مفروشات فيديو فوتو صوتيات رؤية طبعا هي اللي بدها تغطي الحدث صوت المدينة كمان بدها تضلها متابعة في تغطية الحدث شاهر عسل على الفار إيست كمان اللي بحب يعني طمام طبعا في عندي أحدث تكنولوجيا في شركة مقدمت لنا لأجهزة للعروس يعني جهاز نونو جهاز آيبان جهاز آيسكن جهاز آيسلايسز هدول الشركة متخصصين بالأمور اللي إلها علاقة بنظارة وجمال العروس دور أزياء طبعا شاركوا معي أكتر من مكان في مكان أعطاني بدلة عروس وبدلة عريس في مكان أعطاني بدلة عروس وأعطاني كل الأشياء الإكسسوارات الحذاء كل الأشياء اللي هي بدها إياها طبعا في شركة كمان كتير أعطتنا بدلة تانية للعريس ولبسة المزيع اللي رح يكون معانا طبعا رح يكون فيه معانا مزيع ومزيعة فيه صالونات قدموا لنا جائزة أولى للعروس صالونات كتير كبيرة ومرتبة جائزة أولى للعروس الأولى رح يطلع عندي أنا لأنه فيه كتير هدايا وجوائز رح يطلع عندي وصيفة لأنه صار فيه عندي أكتر من جائزة رح يكون فيه وصيفة؟ رح يكون فيه وصيفة لأنه مثلا فيه سالونين قدموا لي رح أعطي للسالون الأول عروس والسالون التاني عروس بدلات عرايس تانين قدموا لي فأنا بدي أحاول أرضي الناس كلها فيه محل أزهار قدم لي كوشة وسنتر بيس طبعا فيه محل دانسينج سكول قدم لنا رأسات كتير حلوة مجلات بدهم يغطوا الموضوع اكسسوارات شركات كبيرة قدمت لنا باكيجز لعطور وميكوب للعروس والعريس فرق زفة رح يقدموا زفة لبنانية كثير كثير مميزة وسيارة الليموزين كثير لذيذة كروت عرس وآخر شيء يعني منقول كروت العرس كروت العرس يعني من أي توزير من أي توزير فهيك منكون نغطينا طبعا أحكي لك شغلة أنا هذا تحدي كتير كبير أخذ مني وقت بس أنا كتير مستمتعة ومبسوطة اللي بحب أحكي إنه رح يكون إن شاء الله كل موسم في إشي اسمه عرس أفرست السنة رح نخلص منه ورح نبدأ بموسم جديد للسنة الجاية فسنوي رح يكون عرس أفرست هذا العرس المفروض بعد التصفيات أين رح يكون الموعد؟ موعد العرسان معهم آخر ستشن رح تكون بـ 23-12 معهم من 24 يحددوا عرسهم لـ 30-4 30-4 يجب أن يكونوا تزوجوا هل يبين الفائز لـ 23؟ 23 سيعلن الفائز 23-12 بآخر سيعلن مين الفائز وإنه تم الإعلان سيأخذ كل الجواعز ممتاز نشكرك أكيد نتمنى لك التوفيق بهذا المشروع الحلو نتمنى التوفيق أيضا للعرسان اللي رح يفوزوا واللي ما رح يفوزوا بيه حياتهم جديد طبعا أنا بس لحظة بليز بدي أشكر الشخص كتير ساندني بطول المشوار هذا ودعمني وأعطاني فول سبورت اللي هو زوجي وعقل دياب مجلو تحية أكيد شكرا نكملين معكم دنيا يا دنيا رح ننتقل لعالم الموضة والجمال والتصميمات المميزة مع بيلا شكرا 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 اشتركوا في القناة